موسيقى أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر البرنامج الذي صلت الضوء على أبرز مستجدات الصحتين الأقليمية والدولية إذن قررت الجزائر توزيع مشروع قرار على طاولة مجلس الأمن للتصويت عليه غدا الخميس والذي يوصي في مجابه المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وعقب الخطوة الجزائرية مباشرة أصدرت المجموعة العربية بنيويورك أصدرت بيانا أعربت فيه عن دعمها الثابت والراسخ لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لتؤكد أنها خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ العام 2011 فحسب منذ العام 48900 ويحتاج لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتحتاج فلسطين إلى توصية إيجابية من مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضو أيضا في حديث جزائر الليلة سنبحث السيناريوهات المتوقعة لتصويت في الأمم المتحدة على عضوية فلسطين كاملة غدا الخميس وأيضا نقف عند الدور الجزائري الحقيث من أجل تمكين فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أرحب بداية بالبروفيسور فوزي أبو دقال أكاديمي والباحث السياسي أهلنا بكم بروفيسور مرحبا يالي المشاهدين الكرام والديوفك الكرام أيضا إذن بداية نقف عند كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد غطاف من مجلس الأمن في جلسة خصوصة إلى الغرقيل التي تقف في وجه وكالة الأنروا ونقف عند أبرز ما جاء على لسانه قال أن قناعات الجزائر تظل راسخة من أن وكالة الأنروا يجب أن تبقى ما بقي هناك لاجئون فلسطينيون وفي إطار موضوعنا اليوم للنقاش حال الدولتين لا يمكن ألبت أن يبقى رهينة مماطلات ومروغات وتلعبات المحتل أيضا قال أن الشرهية الدولية لا يمكن أن تبقى حبيسة جدران هذه القاعة ويقصد قاعة مجلس الأمن وحبيسة أوهام المحتلة الكيانة السهيوني وحسابته الخاطئة إلى أجل غير مسمى أيضا أكد على أن الإجمع الدولي وشدد هنا يجب أن يجد طريقه إلى النفاذ عاجلا غير عاجل عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على خدود العام سبعة وستين تسعمائة وألف وغاصمتها القدس الشريف ما هي الرسائل التي أراد البعث بها أو الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد غطاف عشية التصويت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة غدال الخميس بداية أشكرك على التقديم الدقيق وكذلك على السؤال المهم وقبل أن أبدأ الإجابة اليوم 17 أبريل تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ضمن مقاومة الشعب الفلسطيني لصد هذا العدوان ومن أجل صفقة تبادل أسرة التي بموجبها يتم التحرير أكثر من 9500 أسير فلسطيني عودا على بدء على سؤالك المهم نعم هذا الهجوم الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر هو تأكيد على الموقف الثابت للجزائر عبر توجيهات ثاقبة وراسخة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون وتعليمات واضحة كذلك ما فتئ أن يتضطرق في كل مناسبة إلى هذا الموضوع وأكثر من مرة أكد على ضرورة العمل الحفيثة والجهد الدبلوماسي الكبير للجزائر من أجل تمكين الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين أن تصبح عضو كامل العضوية في مجلس الأمن وفيما يتعلق بكلمة سيد وزير الخارجية اليوم في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول موضوع الأنر وهو تأكيد أيضا على الموقف الثابت للجزائر تجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهنا أستميحك غضران بروفيسور فوزي أبو دق أيضا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أهلنا من مجلس الأمن عن تقديم 15 مليون دولار بشكل استثنائي لوكالة الأنروا وهو يدخل في إطار الدعم الثابت للقضية الفلسطينية يعني بمعنى ليس قولا بل أيضا دعم مادي عملي ملموس وهو أيضا وهذه رسالة للمجتمع الدولي أن 16 دولة التي أوقفت أو علقت دعمها المالي للأنروا هو نوع من الإحراج هذا الجهد الدبلوماسي الذاكي جدا حقيقة والشعب الفلسطيني لن ينسى هذا الدور والجهد الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر من أعلى مستوى في الدولة إلى خارجيتها إلى مندوبها في الكم المتحدة دعم دبلوماسي وحرب داخل مجلس الأمن نعم ودعم الإعانات أيضا لننسى الطائرات الجيش الشعبي الوطني التي وصلت إلى العريش من أجل إيصالها ووصل جزء منها إلى غزة إذن هذا بالتأكيد الدور الجزائر لا يشك فيه لأنه يعود إلى ماضيها الدولات عرفت الاستعمار عرفت الاستيطان عرفت كل هذه المآسي وبالتالي هي تدرك بأن الشعب الفلسطيني كذلك هو شعب المظلوم ولديه حقوق وطنية وكذلك تدرك حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب سياسة التجويع المقصودة والممارسة والممنهجة من طرف الكيان الصهيوني أمام نظر العالم ولا تقول أمريكا كلمة واحدة ولا أوروبا من أجل المساعدات بل بالعكس يقايدوا المساعدات بالأسرة يعني فكونا الأسرة أعطونا الأسرة لنعطيكم المساعدات وينسوا بأن هناك شعب محتل منذ 76 عام ينسوا بأن هناك إبادة جماعية في قطاع غزة ينسون بأن العدو مارس كل أشكال العنصرية والإبادة الجماعية والأبرتايد يتناسوا كل ذلك نعم إذن هي بروفيسور فوزي أبو دقة أيضا مشاهدين الكرام جهود حتيتة على كل المستويات تقودها الجزائر لنصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وكما أشرت منذ قليل وأعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد غطاف عشية التصويت على الوضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة عن تخصيص 15 مليون دولار لوكالة الأنرو في هذا الظرف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة نتابع هذه الجهود الحتيثة التي تقودها الجزائر داخل أروقة مجلس الأمن ثم نعود لنتابع دقاشنا كالعادة لا يبرح الحضور الجزائري بكبرى الهيئات الدولية منابر المرافعة في سبيل القضية الفلسطينية إذ تحمل الجزائر على عاتقها مسؤولية إصال الصوت الفلسطيني فيها وقد قررت وضع مشروع قرار طلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة باللون الأزرق كآخر إجراء يمنع إطفاء أي تعديل على القرار قبل التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن في الخطوة ظهر الدعم الكبير للمجموعة العربية بنيويورك وقد شهدت على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها دبلوماسي والجزائر استجابة لتوجهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون المتمسك بالخطاب الداعم والمطالب بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما جاء في خطابه خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة وأكرر مع تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يقلب 7 أكتوبر أجندة الأولويات في العالم ليبدأ الاحتلال حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة تلازم الجزائر سعيها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر مشاريع قرارات بمجلس الأمن الدولي وتثبت عليه حتى بلوغ الهدف بعد سنوات عديدة على منح فلسطين عضوية منقوصة وحملها صفة مراقب تتحرك فلسطين مجددا للضفار بمكانها الشرعي داخل المجتمع الدولي بمبادرة من الجزائر ممثلة عن مجموعة العمل العربية وحسب اللجنة المكلفة بقبول عضوية الدول فإن ثلثي أعضاء مجلس الأمن أيدوا العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية وقد يحول دون مرور هذه المبادرة رفض أمريكي اعتاد أن يقف بالمرصاد لأي قرار ينصف الفلسطينيين ويهدد الكيان الحليف أرحب إذن بيالبروفيسور زهير بغمان مخلق قناة الجزائر الدولية لتحق بنا اللحظة أهلنا بكم بروفيسور مرحبا مرحبا وسيدا إذن 15 مليون دولار مخصصة لوكالة الأنروا ضيفيالبروفيسور فوزي أبو دقة وصفها أيضا بالأخراج لدول الأوروبية التي أوقفت تقديم المساعدات للوكالة في هذا الظرف الذي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة صحيح ما قاله الأستاذ فوزي عين الصواب وأعتقد أن الجزائر بهذه الحركة أيضا تثبت للمرة الألف بأنها تقرن الأقوال بالأفعال وثانيا تثبت بأننا في الجزائر ندرك كما أطراف كثيرة أخرى يعني خلفيات هذه الاستراتيجية الصهيونية ومعها حلفائها من خلال محاولة ضرب الأنروا أو تحييدها تماما بالدعاء أنها مخترقة من عناصر أو تقوم بأعمال بين قوسين إرهابية الأنروا إذا توقفت سيدا نسيبا هذا معناه أن مصير اللاجئين سيكون إلى المجهول وإذا قلنا اللاجئين إلى المجهول فهذا يعني أيضا قضية العودة أو الحق في العودة سينتهي أيضا تماما لذلك هؤلاء أعتقد ليتحركون وفق خطة صحيح أن الحكومة الاحتلال لا تحقق أشياء ولكننا من خلال هذه المؤشرات يمكن أن نستشف أن نصنبط عناصر خطة وستراتيجية واضحة المعالم الإبعاد والتهجير والتجويع وجعل غزة غير مكان غير لائق للحياة وحتى لما يتعلق الأمر بالأنروا التي تقدم خدمات داخل الأراضي في داخل الأراضي المحتلة في غزة وفي أماكن أخرى وحتى في لبنان في أماكن كثيرة أخرى هذا يعني تعريض هؤلاء الذين انتزعت منهم أراضيهم شردوا ومنعوا من أن يعودوا إلى بيوتهم ولا زالوا بالرغم من كل ذلك أستاذ فوزي أذر مني بالأمر هذا كثيرون منهم لا زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم وحين يعني يتوفى الله بعضهم يورثون لأبنائهم هذا المفتاح ويوصونهم ويأخذون منهم العهد بأنهم يعملون على أن يعودوا يوما ما إلى تلك الأراضي التي أخرجوا منها بغير حق إذن الجزائر حين تقدم هذا المبلغ هي أيضا تدرك مسألة أخرى ومارسة أيضا ليست في الرقم فقط تماما في الموقف صحيح وهي أيضا تدرك بعض وسائل هؤلاء هؤلاء أيضا أستاذ نوسيبا يعني يدعون بأن الأنر وكأنما يقدمونه لها وإن كان هذه يعني إحدى هيئات الأمم المتحدة وتعمل كما تعمل يعني منظمات كثيرة أخرى في أماكن كثيرة على يعني الحفظ حقوق اللاجئين هؤلاء ويعني وكأنهم يقولون بأننا من منهم مع أن لو أن هؤلاء الذين يدعمون الاحتلال يتوقفون عن سياساتهم عن دعمهم اللامشروط سينتهي الاحتلال سيعود هؤلاء ستنتهي صفة اللجوء ولن يكون هذا الفلسطيني مضطرا إلى أن يبقى بعيدا عن أرضه عن بلده عن بيته وبالتالي تنتهي الحاجة إلى هذه الآليات المجتمع الدولي ملزم وليس له أي أحقية في أن يقول بأنه يمن وبالتالي يستطيع أن يسحب هذه المساعدات أو هذا الدعم أو هذه المساهمات لهذه الدول في هذه الأمور إيقاف المساعدات ومحاولة ضرب الأنروا معناها أيضا فتح الباب أمام يعني مآسي إنسانية كبيرة جدا من أين سيأكل هؤلاء من أين وهؤلاء يفترض لو نعود إلى القانون الدولي المسؤول عليهم هو قوة الاحتلال في القانون الدولي دولة الاحتلال يفترض أنها هي المسؤولة على توفير الحاجيات الأساسية للساكن الذين يقعون تحت الاحتلال الاحتلال لا يقوم بذلك فعالي جدا كما في أماكن أخرى المجتمع الدولي في انتظار أن تجد القضية حلا عادلا لها يجب أن يتدخل منعا أيضا لمآسي منعا لأزمات منعا لأن يتحول هؤلاء أيضا إلى واضح إلى الذي يجوع ما الذي سيفعل في نهاية المطاف إذن حفاظا على الأمن حفاظا على السلم حفاظا على أشياء كثيرة على حقوق الإنسان على حقوق اللاجئين الموجودة في المواثيق الدولية وفي القوانين الدولية ليس لهؤلاء أن يلعبوا بهذه الورقة التي هي تخدم أجندة المحتل وحين تقول الجزائر أنني أسهم بهذا المبلغ 15 مليون وهو رقم محترم بالنظر إلى قدراتنا فهذا يعني أن الآخرين الذين أعلنوا بأنهم وإن كان سمعنا بأن هناك الآن مراجعات كثيرة لدول كانت أعلنت وهي تريد الآن أن تعود عن هذا القرار الأمور تتغير شيئا فشيئا نستاذا نسيبا ولكن أعود لأقول بأن هذا الإعلان أيضا لعل أيضا وعسى يتبع بحركات مشابهة لأشقائنا الأقرب من المفروض على الدعوة والإسهام في هذا الجانب بالذات طيب قبل أن نختم هذا المحور بروفيسور فوزي أبو دقة البروفيسور زهير بواماما أشار إلى نقطة مهمة جدا وهي الاستراتيجية التي تتبعها الجزائر في دعم القضية الفلسطينية تعمل على غدة الجبهات كما شاهدنا وهي تستعد يوم غد للمرافقة من أجل منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ها هي تخصص بناء على تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبلغ مهم 15 مليون دولار لوكالة الأونرو إضافة إلى أنه موقف نبيل للجزائر يسجل لها في تاريخها الماضي والحاضر والمستقبل كذلك نعم أن له بعد مهم جدا من ناحية السياسية والديبلوماسية وحتى الاستراتيجية بمعنى تمكنت الجزائر بدبلوماسيتها المعهودة والمشرفة أن تضع يدها على مكام الخطر على مكام المشكلات الكبرى لأن توقف تجميد أو تعليق إعانات 16 دولة بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية لحساب الكيان الصهيوني له أبعاد مرتبطة بقرار أممي هو نسف لقرار أممي هذا القرار الأممي رقم 194 الصادر عام 48 الذي بموجبه نشأت الأنروا مكالة غوث اللاجئين القرار يقول بتمكين الشعب الفلسطيني من العودة وحتى تمكينه من العودة تقدم له المساعدات الأممية بمعنى هذا قرار من الأمم المتحدة وبالتالي تعليق الإعانات تعتبر هي نوع من التراجع عن قرار أممي هذا لا يقبله لا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني ولا كذلك التمسك بمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جينيفر الرابعة فيما يتعلق بالجزء المرتبط به كذلك أن لماذا طريحة الأنروا الآن وخاصة في فترة العدوان على غزة لأن الكيان السهيوني أراد ممارسة سياسة التجويع وليس الجوع كجريمة حرب لأن التجويع بطال حربي المفتوحة نعم التجويع هي الضغط على حاضنة المقاومة الضغط على الشعب كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصمه بمعنى توجيهه أو دفعه نحو الهجرة القصرية وإن لم يتمكن من الهجرة القصرية فأمام ضغط التجويع فليذهب إلى الهجرة الطوعية وفي الحالتين لم يتمكن ولم ينجح ولم ينجح لأن الصمود الغزي صمود أسطوري وصبرهم فاق الصبر نفسه البعد الثاني فيما يتعلق بغدا ولا نخلي الإجابة فيما بعد نعم سأعود لك خلاص قبل هذا طبعا قبل هذا بروفيسور فوزي أبو دقة بروفيسور زهير بعمامة رياض منصور منذ فلسطين بالأمم المتحدة قال حرفيا في تصريح سابق أنه من الشرف أن تكون الجزائر هي التي منحتنا سنة أربعة وسبعين صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة وهي أيضا من أعلنت قيام فلسطين بأرض الجزائر سنة ثمانين وثمانين وها هي اليوم للمرة الثالثة تعود لتحارب من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين إصرار جزائري واغتراف وثناء فلسطيني بالجهود الجزائرية من أجل نيل عضوية فلسطين بالأمم المتحدة العضوية الكاملة طبعا هي الآن بصفة مراقب صحيح هي دولة مراقب غير عضو منذ 2012 يعني بعد أن فشل فشلت المحاولة الأولى في 2011 منذ 2011 لنيل العضوية الكاملة كما هو الحال في هذه المحاولة الثانية الآن ما قال له وزير الخارجي الفلسطيني هو مسار دعم القضية الفلسطينية وأعتقد أننا في الجزائر يعني والله لا نعمل دون أن ننتظر أن يقال عنا أو نحن هذا واجبنا هذه في صلب عقيدة هذه الدولة التي هي أساسا شيء في هويتها نحن دولة يجب أن نذكر دائما ما يجعلنا مختلفين عن البعض أننا دولة مررنا بهذه الطريق شربنا من تلك الكأس ولذلك نحس بهذا الذي نرى فيه ماضينا وهو يرى فينا مستقبله كيف سيكون يوما ما لذلك الذي داق عذابات الاحتلال وظلمه والذي داق الجوع حتى نحن كانوا يحاصروننا في أماكن كثيرة في محتشدات كانوا أربع آلاف قرية ضمرت بالمدفعية الفرنسية قتل من قتل وبعضهم هاربا أين ذهب ذهب لاجئا إلى تونس مثلا قبل أن توضع الحدود أو الأسلاك الشائكة حتى نموت هنا شارل وموريس والبعض الآخر جمع من قبل قوات الاحتلال في المحتشدات تحاط بالأسلاك الشائكة ويمارس ضد الساكنة كل وأبشع أنواع التعذيب والإساءة والظلم والدين ما زالوا أحياء ذاكرة نحية والذاكرة حصن بالنسبة إلينا نحن لا ننسى ولذلك أيضا حين نقف مع المظلوم حين نقف مع خاصة يعني كل مظلوم في العالم خاصة إذا كان هذا المظلوم شقيقا لنا ومن الفلسطيني في الجزائري أيضا في حقيقة الجزائري فلسطين ليست قطعة أو مكانا عاديا هذه أيضا مصر نعم وهذه أيضا عند الجزائريين في العقل الجمعي الجزائري هذه أيضا القدس وهذه مصر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قضية عادلة وهذه نحن حتى لما كنا تحت الاحتلال أستاذ نسيبة حين بدأت القضية في البدايات راحوا ناس جاهدوا في بدايات المقاومة الأولى حين تصدت بعض القوى العربية لبدايات إنشاء دولة الكيان فما بالك حين تستعيد هذه الدولة استقلالها وحريتها وتقف على رجليها وتتمكن بفضل أبنائها من أن تكون لديها صوتها المسموع لا يمكن أن نسكت لا يمكن أن لا ندافع لا يمكن أن لا نودي واجبنا كاملا مع أشقائنا في فلسطين مع كل المظلومين في أماكن كثيرة وقد فعلنا مع التيموريين ونفعل مع الأشقاء الصحراويين وفعلنا مع الأشقاء الأفارقة وفعلنا وفعلنا بحيث أصبح الآخرون يقولون إن هذه مكة التوار ومن ضاقت به السبول فليتوجه إلى تلك البلاد إلى الجزائر نحن نرفع الرأس عاليا ونحن نفعل ذلك ليس لكي يقال أنهم يفعلون لا لأن هذه طبيعة الجزائر لا يرضى بالضي لا يرضى بالظلم لأنه ظلم يوما ما وذاق كما قلت من نفسي مررت الأحتلال الكأس ثم في توجهات هذه الدولة الحمد لله يعني القادة ذهبوا وجاء قادة آخرين والحكومات ذهبت وجاءت حكومة أخرى وسادة نوسيبا إلى يوم الناس هذا ربما اختلفنا في أشياء ربما غيرنا أشياء كثيرة إلا أننا ضللنا ثابتين على بعض الأشياء ومن بينها أننا شعبا ودولة وحكومة وسلطة لا يمكن أن نتراجع عن دعم أشياءنا الفلسطينيين وربما كنا نستطيع تمنينا أن نفعل أكثر ولكن قلتها قبل قليل نحن نقارع في كل ساحات في منبر الأمم المتحدة في منابر أخرى في الاتحاد الأفريقي وقد كنا جسرا منيعا مع جنوب أفريقيا مع أشياء أفريق آخرين عدم اخترافهم ضد محاولات توغل وتسرسب الكيان إلى هذه المنظمة نحاول ونفعل كل شيء أن نمنعه من أن يتقدم إلى ملطقتنا وإلى محيطنا لأننا نعلم أيضا ما راميه وأنه حين يأتي فالشر سيأتي معه لذلك أعتقد بأن ربما أيضا ربما أن الصدفة أو لا أدري أو القدر قرر أن ندخل وأن نجلس على مقعد مجلس الأمن في هذه الفترة بالذات الأمر كان محسوم قبل أن تنطلق الأحداث في غزة في أكتوبر الماضي ولكن الحمد لله أتبتنا أيضا أتبتنا أيضا بأننا ذهبنا إلى مجلس الأمن ليس لكي نحضر لا لكي نكون متواجدين لكي نقول صوتنا لكي ندافع عما قال الرئيس تبون حين تكلم أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أننا قادمون لأجل أن نرافع وأن نكون صوت ملا صوت له ضعفة ونحن نفعل بما بكل ما هو متاح وما هو ممكن هنا أو هناك أو هناك طيب بروفيسور فوزي أبو دقة البروفيسور زهير بعماما قال أنها ترتبات إلهية أن تجلس الجزائر في مقعد مجلس الأمن في هذه الفترة بذات من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأيضا القضية الفلسطينية من تمكن من نازع صفة مراقب لدولة الفلسطينية وأيضا كانت قيام الدولة كما أشرت منذ قليل دولة فلسطينية من هنا إعلانها من هنا من الجزائر ألن يتمكن فاعتقادكم بهذا الإصرار بهذه العزيمة والجهود الحديثة أن ينتزع صفة العضو الكامل لفلسطين بالأمم المتحدة أنا أتفق تمام الاتفاق مع زميل العزيز الأستاذ الأستاذ زهير بعماما بل أحيي فيه هذه الروح الحماسية وهذا التحليل الملموس والدقيق الذي جمع ما بين الموقف الإنساني والموقف العدلي والسياسي والقانوني إذن حينما نتكلم عن دور الجزائر وأنها عدو غير دائم في مجلس الأمن فأنا أعتقد وأستطيع أن نسميه بكل فخر واعتزاز أنه من محاسن القدر لأن الشعب الفلسطيني مر بعدوان غير مسبوق منذ أكثر من ستة أشهر ونصف وأن تأتي منذ الفين وأربعة وعشرين يعني بعد حوالي شهرين وثلاث أشهر من العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة أن تبدأ دورتها الجزائر فهذا يعتبر فعلا من محاسن القدر لماذا أقول ذلك من محاسن القدر لأنني أعتقد وأعتقد اعتقاد راسخ لو كان هذا الموقع لبلد آخر لتم المساومة عليه لكن الجزائر لا تساوم لأن القضية الفلسطينية بالنسبة لها ليست مجال للمساومة بل هي ثابت من ثوابت الدولة الجزائرية الثورة الجزائرية الأمة الجزائرية شعبا وحكومة وجيشا إذن هذه مسألة لا خلافة عليها على الإطلاق لا بل أكثر من ذلك الشعب الفلسطيني بكافة قواه وبكل ألوانه السياسية لديه القناعة والثقة الكاملة بالموقف الجزائري الشجاع والحاسم منذ ما قبل 1974 فما بالك في 1974 ودخول الفلسطين إلى الأمم المتحدة وما تبع ذلك مواجهة الأبرتايد وكذلك دورات الوطنية للمجالس الوطنية الفلسطينية أذكر جيدا في عام 83 ما بعد الحرب على المقاومة في بيروت وخروج المقاومة في 82 كثير من الدول العربية أعتذرت لاستقبال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادس عشر الجزائر استعدت وقالت الجزائر أرضكم وأقيموا وأعقدوا مجلسكم الوطني هنا وأتذكر وكنت حاضرا تلك الجلسة حينما دخل الرئيس الشادلي رحمه الله وقال أنتم في بيتكم ونحن الضيوف عليكم وكانت القاعدة تعجوا بالتصفيق لهذا القول المأثور نعم ونختمأ هذا باختصار في عجالة في عجالة أعتقد أن هذا الجهد خاصة فيما يتعلق بطرح مشروع منذ أمس طرح مشروع أن تكون فلسطين عضو دائم في الأمم المتحدة هذا يحتاج طرحته الجزائر بذكاء باللون الأزرق سنعود لهذا بعد الفصل خلاص وهو كذلك وهو كذلك الثانية إذن بعد الفصل السيناريوهات المتوقعة للتصويت على عضوية فلسطين على عضوية الكاملة بالأمم المتحدة فاصل ونعود شاهدين الكرام أهلنا بكم من جديد للجزاء الثاني من برنامج حديث الجزائر نتحدث دائما في هدد اليوم من برنامج حديث الجزائر نتحدث عن السيناريوهات المتوقعة يوم غد الخميس للتصويت من أجل الغضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة وأيضا الدور الجزائري في هذه القضية وفي هذا المسعى قبل الفصل بروفيسور فوزي أبو دقار رتم التعليق لماذا قررت الجزائر أو ارتأت أن يكون مشروع القرار ضمن الخانة الزرقاء وهذا ربما له دلالة سياسية كبيرة جدا أحسنتي في هذا السؤال نعم له دلالة وله معنى وكذلك ذكي طرح ذكي ما معنى أن يطرح مشروع القرار لقضية كبيرة قضية فلسطين أن يطرح باللون الأزرق معنى قطع الطريق على المناورات تحت الطاولة للتعديل والتغيير لأن أن يطرح دولة تطرح هذا القرار بهذه الصفة هذا يجعل القرار يذهب فورا للتصويت ومن ناحية القانونية وفقا ما تتعامل به مجلس الأمن وأنه بعد 24 ساعة معنى بعد 24 ساعة إما يمر القرار إما أن لا يمر القرار وبالتالي الجزائر غلقت الطريق على هذه المناورات وهذا يسجل للجزائر هذا أولا تاني فيما يتعلق بمشروع القرار طبعا نحن نأمل أن يأخذ لأنه كما ورد في مقدمتك وهي صحيحة أن فلسطين لديها أكثر من ثلثين في الجمعية العامة اعتراف لكن لكن لا يمكن أن تقبل عضوية كاملة ضمن مواثيق الأمم المتحدة إلا إذا حصلت على موافقة إيجابية من طرف مجلس الأمن ما معنى موافقة إيجابية من مجلس الأمن ألا يكون هناك اعتراض ألا يكون هناك فيتو إذن المسألة الرهان هنا ممكن أن تسأليني هل سيتم أو هل سيمر هذا القرار ألا سنعود لذلك هل سيمر القرار أم سيعترضه الفيتو الأمريكي وفقا لتصريحات المندوبة الأمريكية يوم أكس إذا سمحتيني فقط في عجالة أنت سبقتيني في الكلمة أنه مندوبة الأمم المتحدة جرينفيلد قالت كلام خطير جدا بأن مسألة الدولتين هذا اللعب الدولتين ومسألة دولة فلسطينية ومسألة عضوية وهذه خاضعة إلى المفاوضات ما بين الكيان السوهيوني الكيان السوهيوني والفلسطينيين وهنا أذكر الجمهور والعالم كله في عام تلاتة وتسعين أثناء التوقيع على اتفاق أوسلو سئلة كيسينجر وما أدرك ما كيسينجر وآن ذاك لم يكن هو وزير خارجية ولكن جابوه كخبير كاستراتيجي ومعروف كيسينجر وعلى القناة التيافة الفرنسية سمعته بدقة قالوا قالوا سؤال كان ماذا يضمن أن لا يكون هناك استعصاءات عند تطبيق اتفاق أوسلو من هو الضامن أجاب لا يوجد ضامن هذه مسؤولية الطرفين وما معنى مسؤولية الطرفين أن الأقوى هو الذي يفرض على الأضعف ما يريد أشكر طيب بروفيسور فوزي عفوا بروفيسور زهير بغمامة لديكم ربما تعليق عن قيام الدولة الفلسطينية وأعلان قيام الدولة الفلسطينية من هنا من الجزائر وبعده هناك تسريبات تتحدث عن أن تسع أصوات ستكون في صالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين إن لم يكن غشر تسريبات من البعض الدبلوماسية بمجلس الأمن إذا كانت هناك تسعة أصوات ولم يعترضها الفيتو الأمريكي ستحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة إلى أي مدى من الممكن أن نرفع اليوم سقف الأمال ليوم أغد وما الذي يعني هذا تكون هناك تسعة أصوات سأجيب من آخر سؤال طرحت نحن في الجزائر هنا نؤمن بأننا يجب أن وسع مساحة ودائرة الممكن لأن الممكن كثير حصلت أشياء في 7 أكتوبر ما كان أحد يتخيلها وثبت بأن بأننا أمام عدو في نهاية شارس نعم كذا كذا مدعوم ولكن يمكن أن نحقق عليه أشياء كثيرة في الميدان العسكري في الميدان الأمني في الميدان الإعلامي في الميدان الدبلوماسي ولو بالنقاء وأنا من الذين يؤمنون بأن هزيمة هذا العدو ستكون بالنقاط في انتظار يوما ما أن الجزائر أيضا في دبلوماسيتها يعني يعني محترفة حرفية وهي ليست من الذين يقولون إما كل شيء أو لا شيء نحن نأخذ من كل شيء بعض الشيء الممكن ونراكم ونراكم كما فعلوهم هم المؤتمر المتعى السهيونية كان في سويسرا سويسرا 1897 أو 1897 بعد خمسين سنة أقاموا كيانا الاحتلال بمعنى في هذا المنطق التراكمي الذي علينا نحن كعرب كمؤيد هذه القضية كأيضا أن نقرأ التاريخ وأن نؤمن بأن كل شيء نحققه سيتراكم غصولا إلى نقطة في لحظة ما تختل فيها التوازنات وقد نحقق فيها ما نريه ثم إذا عدت إلى قضية إعلان الدولة هنا أنا قرأت وسمعت لي يعني بعض رجالات الدولة آنذاك يعني حكوا الذي وقع ياسر عرفات رحمة الله عليه كان في وضع صعب في تونس دكتور فوزي أعلم مني بهذه الأشياء بعد فترة من إخراج الفلسطينيين من لبنان و إختيالات في تونس و و و و و و ف نظرة هنا نظرة هناك أراد أن يجمع أن يعيد ترتيب الأمور لأنها كانت في وضع كان عنده واحد مليون دولار تكلم مع سافرنا آنذاك في تونس قال تكلم مع القيادة وقلهم هذا الذي بقى خدوه و القاولي أي مكان عندكم في الجزائر أريد أن أجمع المجلس حتى نتدارس هنا في القيادة لما لما جاء هذا هذا الأمر أمرين واحد نحن لا نأخذ ولا فلس من الفلسطين نحن نعطيكم هذه ونتشرف بأن نحتضنكم ولن نضعكم في أي مكان كما قال الشهيد ياسر عرفت كما رحمة الله عليه بل سنضعكم في أفضل ما كان عندنا آنذاك كلاب ديبا قصر الأمم قصر الأمم في الصيغة القبل الصيغة الحالية وكانت فيه تهديدات ويعني كلامه من هنا أنه يمكن الإسرائيلي أن يقوم وأن يقصف وأن كذا وكذا وجارت تحضر لكل الإحتمالات بما فيها مواجهة أي محاولة إسرائيلية للتقدم نحو حدودنا وجار ما جار وأعلنت الدولة الفلسطينية من أراضي هذا البلد الطيب وكما قال أستاذ فوزي لأننا في هذه الأمور شعب لا يساون شعب لا يبيع ولا يشتري حتى المرة هذه إذا كنا رجعنا إلى موضوعنا كل الصحافة الآن تكلمت عن محاولات ضغط أمريكية في هذه الأيام الماضية معنا ضد أطراف عربية أخرى أن يسحبوا هذا الأمر وقلوها قبل أيام كل الصحافة تكلمت بأن وزير الخارجية بلينكن تحدث في مكالمة هاتفية مع عطاف أكيد لم يهنئه بالعيد المبارك أنا هذه متأكد منها كان فيه كلام آخر ولكن في نهاية المطاف كما في المرة الماضية حين قدمنا أيضا مشروع القرار صحيح تكلمنا نعم الذي الجزائريين تكلموا وتحدثوا وقال السفير الروسي في المجلس الأمن بأن البعثة الجزائرية أبدت احترافية عالية ومسؤولية عالية ومرونة وكذا ولكن وضعنا لينترانسي جو ما لا يمكن أن نتنازل عليه آنذاك وقف لإطلاق النار وقضية المساعدات يجب أن تمرر فورا على ذلك يمكن أن نتكلم لكن إذا وصلنا إلى هنا لا كلام هذه المرة أيضا هناك مطلب واضح جدا وتأكيد تصريحات من قبل وصيلة الخارجية اليوم من مجلس الأمن في الحديث عن وكالة الأنروا تكلم عن حل الدولتين والركائز التي يجب أن تكون هو المشكلة أنه كما قال أستاذ فوزي هم يتحدثون بحل الدولتين لكن لاحظ اليوم المتحدث باسم البيت الأبيض قال نحن نؤكد أننا مع حل الدولتين ولكن وفي الدبلوماسية في لغة الدبلوماسية لما يقل لك ولكن الدبلوماسي يعني الكلام الأول انسيه لا قيمة له انتبهي مع القادم القادم ولكن يجب أن يمر عبر المفاوضات مع بين الطرفين هذه جربناها والذي جرب المجرب عقل مخرب كما تقول العرب 30 سنة مضت إلى مارس الماضي ما الذي جناه الفلسطيني ونهو العرب ما الذي قدموا التنازلات بين قوسين ومؤلمة حتى في نهاية المطاف أخذوا أخذوا العملية كما يقول أحدهم والإسرائيلي أخذ السلام والتسوية هكذا وستدفع وفقط يريدون مرة ثانية أن يوهموننا بأن عملية أخرى يمكن أن تستمر 30 سنة أخرى وخلالها الإستواني يزيد وكذا وتنتهي كل الشروط الدنيا لقيام دولة فلسطينية لذلك أعتقد بأن الجزائريين هذه المرة كما قلت عملوا أيضا مع دول أخرى في المجلس يجب أن نقول ذلك نحن لا نتحرك لوحدنا نحن لا ندعي بأننا دولة دولة عظمى أو دولة لكن دولة محترمة دولة حين تتحدث تتحلث بمصداقية ولديها قدرة الإقناع وتتحدث أيضا بناء على ما هو موجود في المثاق المتحدة في قرارات الأمم المتحدة وسيدة نوسيبة قرار التقسيم في 47 يعلن قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة الكيان أقيمت دولة الكيان ولم يقم نحن على الأقل في هذا الحد الأدنى خلينا نرجع إلى 47 خلي الأمم المتحدة على الأقل تنفذ قرارا واتخذ قبل لا أدري 47 كم سنة الآن نعم خلونا نرجع إلى تلك النقطة ثم أن الإسرائيلي وسأختم بهذه الأمر الإسرائيليين اختلفوا في الأيام الماضية تكلمنا جميعا أستاذ فوزيك كذا مرة في مواضيع اختلفوا في كل شيء الأيام الماضية وانقسموا ونهشوا لحم بعضهم ولكنهم حين بدأ الحديث عن احتمال العودة إلى الدولتين وقيام دولة فلسطينية كل الحكومة واللي داخل الحكومة واللي خارج الحكومة تلفت قلوبهم نعم كلهم كلهم رجعوا يتحدثون بصوت واحد إلا هذه قيام دولة فلسطينية كلهم تحدثوا هذا يعني نهاية المشروع الصهيوني تماما لذلك لا يمكن لا يمكن أن ينخذع الفلسطينيون وينخذع العرب مرة أخرى بأن نعطي للإسرائيلي يعني قرار أن يمنحها كذولة أبدا لا يمكن هذا الأمر لا يمكن لذلك الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في أن تمكن الفلسطينيين من حق شرعي كان من المفروض أن يأخذوها في الفين ليس فقط في الفين إنما منذ منذ السبعة واربعين كما قلت منذ السبعة واربعين تأخرنا كثيرا هناك الآن عالم يتغير هناك ظروف إقليمية تتغير هناك عودة كما قلنا دائما لهذا الزخم الكبير للقضية التي رجعت ودعم لذلك تماما نحن في وقت غير الوقت نحن في زمن غير الزمن وعلينا أن نستغل لمعطيات هذا الزمن في أن نحقق ما أمكن مع أن بيناتنا أستاذا نسيبا إعلان قيم دولة أو اعتراف الاعتراف بالعضوية كاملة بعضوية كاملة ليس معناه يعني دولة على الأرض أو تحرير الأرض لكنه تمكن للفلسطينيين من أدوات من وسائل من منابر من طرق كبيرة جدا تتيح لهم مقارعة هذا الاحتلال لذلك نظري إلى تصريحات سفير دولة الكيان في الأمم المتحدة يرتعدون ويهددون ويقولون كلاما هذا نخذو نحن كمؤشر أن هؤلاء يخافون أيضا أن يخسروا بالنقاط في هذه المواقع هناك نقطة مهمة جدا إذا ما سلمنا بالتسريبات وهي تصويت تسع دول لصالح الدولة الفلسطينة وهو فقط ما تحتاجه فلسطين حتى تكون عضو كامل في الأمم المتحدة لكن متوقع بشكل كبير جدا أن يتدخل الفيتو الأمريكي ليمنع هذا أليس هذا في حد ذاته تسع الصوات تأييد للقضية الفلسطينية وتغير في المغادلة ما ينقذ الكيان الصيوني اليوم هو الإدارة الأمريكية هناك نجاح دبلوماسي للقضية الفلسطينية كما أشرت منذ قليل لن تعود للظلم جديد بل بالعكس تماما وإذا لم تمر أو يمر المسعى يوم غد هناك أيام أخرى لتنال فلسطين العضوية الكاملة مدام هناك جهود جزائرية وجهود أيضا أهربية نعم المشاهد في الخمس أيام الأخيرة ماذا ماذا لاحظنا كمراقبين سياسي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الخارجية السعودي والسعودية هي رئيسة القمة العربية ثم زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطين ورياض منصور ثم معه رياض منصور وكذلك السيد عمر بن جامع وعمر بن جامع أيضا لاحظي كذلك زيارة بوكدانوف نائب وزير الخارجية وهذا لا يقل أهمية عن وزير الخارجية نفسه باعتبار أن ملف الشرق الأوسط بيده هو وكذلك مبعوث الرئيس بوتين نعم وكذلك نائب المش وزير نائب كاتب الدولة الأمريكي إذن واتصال أيضا بلينكن هذه ليست هكذا هذا هو كل يرعى مصالحه ونقطة اللقاء هي الجزائر هذا الجهد الدبلوماسي هذا الجهد الدبلوماسي المكثف الذي صدر على لسان السيد الرئيس عبد المجيد تبون أكثر من مرة وهذه ليست مجاملة الكل سمع ذلك الكل شاهد ذلك الكل رأى هذا الموقف المحتضن الجزائر المحتضن للقضية الفلسطينية الآن في غدا الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر سوف يطرح المشروع الجزائر للتصويت وافقت عليه وبقوة كل المجموعة العربية شيء جيد الآن كخبير في السياسة خلينا نسميه بتواضع أقول أن ننجز عضوية كاملة هذه مسألة مهمة جدا ألا ننجزها غدا كذلك هذا لا ينقص من الجهد الدوليماسي شيء هذا أولا ثانيا من يريد الاعتراف بدولة فلسطين حتى لنبقى في الكلام الأجوى في حل الدولتين وأشار الأستاذ مشكورا أستاذ زهير بأن حل الدولتين دولة نشأت ودولة أخرى لم تنشأ إذن وبعد 30 سنة من أسلو لم نرى شيئا من ذلك لذلك أعود أقول الاعتراف من يريد الاعتراف لأن هناك أسبانيا إيرلندا بلجيكا بعض بلدان مستعدة للاعتراف إذا لم يربط بشيء مهم وهو تحديد الحدود أي غزة والضفة الغربية والقدس عاصمة هذه الدولة وأن يعلم أن فلسطين دولة تحت الاحتلال فلسطين دولة ذات سيادة تحت الاحتلال أي كلام غير ذلك هذا لا يعني الشعب الفلسطيني ولا يساعدنا إذن يجب أن نميز بين المصطلحة أن نصل إلى عضوية دائمة اليوم أو غدا أو غدا أو بعد غد هذا جهد دبلوماسي مهم يجب أن نراكم عليه بالنقاط نعم ولكن من يريد برة أخرى وأؤكد من يريد الاعتراف يجب أن نعترف بشيء محدد هنا هنا تسجل الضربة القادية بمعنى أن تدخل في أي صراع ونزاع قادم أن تدخل تحت البند السابع وليس ستة أو ستة ونص وشكرا لك شكرا جزيلا لكم البروفيسور فوزي أبو ذق الأكاديمي والباحثة السياسي في أقل من ثلاثة ثانية نفذ الوقف في أيضا شيء جديد في 2011 أستاذ نسيبة لما طريح الطلب أصلا شكلت لجنة كما هذه المرة اللجنة درست لأسابيع هذا الطلب ثم قالوا لم نتوصل إلى شيء لم يقعد تصويت هذه المرة لاحظي معي صحيح لا لا المرة هذه اللجنة كذا وكذا وأسغن القرار وعندنا اللون الأزرق وعندنا تسعة ربما والله هدوة إذا كان وأنا متوقع أنه الفيتو سيكون ولكن نحن نحشرهم نحن نعريهم نحن نسقط ورقة التوتي عنهم نحن نفضحهم أمام هذا العالم نحن نقول للناس هؤلاء الذين يتسببون في استمرار هذا الظلم والدليل وهذا المتناقضين هم المشكلة وعندنا تمام هم المشكلة وليس المشكلة عندنا نحن كما يقول الصهايين شكرا جزيلا لكم ربيسور زهير أبو عمام وخل القناة الجزائر الدولية في انتظار يوم الغد الأكيد الجزائر ستعود مرارا وتكرارا لدق أبواب مجلس الأمن من أجل نسرة القضية لنا كل ولا نعمل شكرا بلنا مشاهدين الكرام ختموا هذا الغدد من برنامج حديث والجزائر ألقاكم بألف خير مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة